زيكم حبيبي هنعمل مع بعض النهار ده حلويات مش هتاخد مننا اكتر من عشر دقايق وكمان مغزية ولزيزة. عندنا هناك بيتين من اه جوز الهند هنحط عليهم عسل تلات معالق من العسل عشان يدي له قيمة غزائية حلوة. آآ وكمان هنحط آآ عسل جلجوز آآ تلات معالق على قد ما نقدر كده ونحاول نعجنهم لغاية ما تماسكوا مع بعض. اول ما يبتدي جوز الهند يتماسك مع بعض خلاص ما بزودش. بس هو اخدوا مني بالتقريب كده تلات معالق آآ عسل وتلات معالق عسل من جلجوز. عجنتهم كويس لغاية ما تماسكوا على قد ما اقدر كده يخليهم آآ يتشكلوا. ما يكونوش مفرولين عشان ما يفكوش. آآ بابتدي بعد كده احشيهم بالبندق آآ اي مقصرات عندي ممكن احشيهم آآ بيها او ممكن آآ سبهم زي ما هم كده. انا حطيت هنا بندق ممكن تعطوا انجامل ممكن لوز آآ ممكن اي حاجة انتو تحبوها او تسيبوه كده جوز هند الواحد وكده هيبقى حلو برضو طعمه جميل. آآ جبت عندي هنا شوكولاتة خام آآ سيحتها في حمام مية سخن. آآ بحط لها آآ لو نص باكو بحط آآ تلات معالق من المية ومعلقتين من الزيت. وبغطس فيها آآ كرة الشوكولاتة كده الجوز الهند بالشوكولاتة. ممكن اغطسه كله في الشوكولاتة ممكن نص كده زي ما انا عملته بعد كده زودته بزبيب عندي آآ وسبتي شوية كده من غير آآ شوكولاتة عشان عندي في البيت آآ في ناس مش بتحيب الشوكولاتة. آآ فآآ خليته كده نص ونص شوية بالشوكولاتة وشوية من غير الشوكولاتة. لو عجبكم بقى الفيديو النهاردة متنسوش اللايك وششير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوسلكم كل الجيد.